فيما تتوصل الجهود الدولية لإيجاد حلول القضية الفلسطينية أربع وزراء خارجية عرب ممثلين عن الإمارات المغرب البحرين ومصر يشاركون في قمة النقب التي يستضيفها الكيان الصهيوني برعاية أمريكية تأتي هذه الكمة السوداسية في النقب باستضافة إسرائيل لأربعة من الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات سلام معها لإخراج إسرائيل من دائرة الانتقاد ومن العزلة التي أصبحت فيها خطوة انتقدتها الفصائل الفلسطينية التي حضرت من تشكيل ناتو عربي صهيوني واعتبرها محللون طعنة أخرى في ظهر فلسطين تعزز لمساعي التطبيع وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تظهر إسرائيل بأنها دولة لديها اتفاقيات سلام مع الدول العربية وهي دولة موجودة ولديها حلفاء في الشرق الأوسط وطبعا هي تأتي استكمالا للعلاقات التطبيعية ما بين هذه الدول العربية ودولة إسرائيل وتأتي قمة النقب تزامنا مع لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لقاء أكد فيه الرئيس الفلسطيني على إيجاد حل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين وفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية